هل عندك أعيال؟ هل أنت أم وأب؟ وممكن بكرة تفكر أنك ودك تجيب أعيال ولكن تخاف تحس التربية صعبة وهي في الحقيقة صعبة فأنا أجيب لكم اليوم كتاب اسمه Siblings Without Rivalry وهي كتاب يعطي نصايح في التربية وكيف تمنع ابنائك أنهم يتاوشون ويكرهون بعض يلا يجي معنا خير معكم محمد القفاري في بودكاست صبعتين اللي مو بس النخص كتب ولكن يعيش كتاب في 20 دقيقة كاري فلألي تقول معلومة عجيبة وهي تقول أنه عامل كبير لكيف الأخوات والأخوان ينظرون لبعض هو على الأب والأم وكذلك كيف يتعاملون مع بعض يعني إذا تهاوش أو تحضب ولعبوا مع بعض كذلك لها تأثير كبير من تصرفات الأب والأم تقول المؤلف أنه حيانا الأب والأم بدون ما يدرونه بدون ما يكسدونه طبعا يسوون أشياء تضغط على العلاقة بين الأخوات والأخوان فهذا الكتاب اللي جبناه سيبنينجز وذان رايدل ري تكلم عن بعض الأشياء الأباء والأمهات يقدر يسوون فعدت عشان ما يصنعوا بيئة مؤحلة للعلاقة الضعيفة بين الأبناء أول شيء تبدأ في المؤلفة كاري تقول أنه لا تقارن أبنائك لا تقارنهم حتى لو كان إيجابي يعني إيجابي أو سلبي يعني مثال بعض الناس يقول أوه أنا بنتي هذه ممتازة في الرياضيات الذكية وأبني هذا رياضي جدا تقول وش المشكلة هنا؟ فهذه الحالة أنت قارنتهم أنت تقول طيب شو المشكلة؟ أنا أنا قاعد أحين قاعد أقوم بمميزاتهم ولكن أحيانا أنت تصنع بيئة يشعرون بالنقص إذا ما حققوا هذا المسمى اللي أعطيته يعني أنت قلت باش الله أبني ذاكي دائما في الرياضيات وبكرة يروح يجيب امتحان في الرياضيات النتيجة موذيك الزينة وممكنها جيدة بسمه بأخيال اللي هو يبي فحين في ذيك الساعة يبدأ يشعر بالنقص أحيانا في العقل الباطن كذلك ومو في العقل الواعي لأنه يحس أنه أهله يستنقصونه أو ينظرونه بنظرة سلبية لأنه ما حقق الوصفة اللي هم وصفوهم سابقا ويمكن أنت كأب وأمم يعني ما تحس بهذا الشيء لكن المؤلفة كريت تقول أن أحيانا لابناء يشعرون بهذا الشيء حتى لو ما كانوا يدرون والمقارنات السلبية يعني تقول يا فلانة أو فلان وراك ما تصير زي بنت الجران والد عم وراك ما تصير زي بنت الجران والد عم يبدأ هو يشعر بالنقص ويبدأ أحيانا يكره والد عمه أو الشخص اللي قارنبه لأنه دائما يحس بنفسه ليش أهل يحبونه وما يحبونه أنت ممكن ما تشوف هذا الشيء لكن هذا اللي يشعره الأبن ولأي أبناء أو شباب ينظرون لهذا المقطع أنه بكر يقول والله إذا كبرت ودي يصير أبا وأم جيد وما أقصر مع أبنائي لو تفكروا بالموضوع وممكن تشوف أنه بعض الأشياء اللي ذكرنا وبنذكر في هذا الكتاب ممكن صارت لك بس لازم تعرفون أنه أبائكم وأمهاتكم ما كانوا قاصتين هذا الشيء هم يقولنا الخير لك فكذل إيش الواحد يقدر يثقف نفسه حتى عشان بعدين يقدر يقدم أفضل ما عنده لأبنائه النقطة ثانية جابت المؤلفة تقول لك أنت أحيانا ما تعامل كل أبنائك سواء ممكن تحس بهذا الشيء ولكن في الواقع أبنائك يعتقدون شيء ثاني يعني طبيعي لك أي واحد في هذا الكون أكيد أنه أفكر هل أنا المفضل أو مفضلة عند أمي أو عند أبو فكرة طبيعية تجي للشخص أقار شيء مرة في حياته بالذات إذا كان صغير فالمؤلفة تكون أنه أحيانا الإبناء أو البنات يجي ينظرون لبقية أخوانهم يشوفون مني للأهل يتصرف معهم إيجابيا أكثر وحتى عشان يشوف من يحبوا أكثر ممكنها موبصدز ممكنها يتوهمها ولكن هذا هذا سبحان الله طبيعة الأطفال حتى كأبا وأموحات صعب أنك أنك تحاول تعامل كلهم بسوء إذا عطيت مثلا أحد شوكولاتا ونفس العدد جال لكل واحد أحيانا غير قصدا بتعطي يمكن واحد أكثر وواحد أقل وعندما تصير هذا الشيء الأبناء على طول سريعين بيلتفتون على هذا أنه ليش هو أكثر وأنا أقل ليش هذا أكثر وأنا أقل وبالذات هي ممكن مع الوقت تزيد وحتى يبدأ دائما يشوف يقول دائما هو أكثر وأنا أقل فالسؤال هو كيف نقدر نعالج هذه المقارنات بين أنفسهم أنه هذا أكثر وهذا أقل يعني العدم الموازنة تقول المؤلفة أنك لازم تنتبه على طلبات الأبن المعينة كيف يعني؟ مثال تضربوا المؤلفة تقولوا أنه مثلا حنقول أنت مصلح حلة معين مثلا لنممكن يقول طيب ليش هو أكل أكثر مني؟ يعني مثلا هو مصلح ببنكيك ليش أكل أكثر عدد من البنكيك مني؟ أنت وأنتي لا تحاولون تناقشون الحقيقة أنه لا أنا أعطيتك ثنتين وهو ثنتين لازم تشوف وش خلف هذه المشكلة هذا اللي تنصى في المؤلفة أنه وش خلف المشكلة؟ لأنه ممكن الطفل إلى الحين جوعان فهذه المشكلة تعالجها لأنك ترضي الطفل طلباته الخاصة المؤلفة ما تقصد أنه كل شيء بيعطيه لا هو يقصد عندما يكون هذه النوع من المشكلة بدال ما تحاول تتجادل أنه أنا أعطيتكم سوا وكلكم سوا وما عندكم سالف لا عالج المشكلة اللي خلفها ممكن نقطة ثانية أنه حياناً لابناء وبنات بالذات إذا كانوا صغار يمكن يتحاوش أنك أنت تحبيني أو أنت تحبن أكثر من أفلانة وأفلانة فبدالما تحاول تناقشهم تقول لا بالعكس أنا أحبكم سوا حاول تستخرج المميزات الخاصة في تلك الطفل تقول بالعكس أنا أحبكم سوا وأحب دايماً كيف أنك أنت خليني أضحك أو مثلاً كيف أنت دايماً عندك ابتسامة جميلة فمن هنا تراضي وكذلك تخرج الشيء اللي هو يتميز فيها هذا غير عن اللي ذكرناه سابقاً أنك تقار أنه تقول هذا أفلان يضحك دايماً وهذه أفلانة فنانة في الطبق لا المقصود أنك أنت استخرج المميزات حتى تمدح هو قدامك فيه هذا الفرق هذه مسألتين مختلفة وعلى نفس هذا الموضوع نقدر أن نتعمق أكثر أنه تقول المؤلفة لا تجعل لكل طفل حنقول مثل بوكس أو مثل وظيفة معينة أنه هذا حق الرياضة والبنت هذه فنانة في الرسم والولد هذا فنان في الطبق أنت كذا عندما تقفلهم بالبوكس صعب أنه شخصياتهم يتعمقن ويتكاثر الإختلاط بالأفكار الجديدة والأفكار المختلفة لأنك أنت حين حق الرسم أجرب بالطبخ لا لا أنا حق الرسم ما يصلح أجرب حق الطبخ طيب ممكن كل أبنائك كويسين بالطبخ لكن إذا حجرت واحد معين في الطبخ الثانين ممكن ما يتجرؤون يخرجون من المربع اللي أنت حطيت لهم فالمؤلفة تقول بدان ما تحجرهم كرواحد بوكس وهذه طرع طبيعي أصلاً ممكن على لسانك بدون ما تلاحظ لأن مرة مرة بسيط نحنى سبحان الله طبيعة البشر نحب أن نلخص كشيء قدامنا وانبسط الأفكار هذا ممكن صدز مميز في الطبخ لكن المؤلفة تقول بدان ما تحجروا بوكس هذا حق الطبخ أو هذا اللي يفنن بالطبخ لا أنت شجع على الطبخ قل ما أنت تكلم خاص له ما شاء الله عليك أنت فنان بالطبخ ومبدع في الطبخ خليه أجيبك مثلاً كتاب الطبخ شجعه خلوا يتحمس ويستمر فيها بس المقصود أنك لا تروح وتبثل فكرة بالذات عند الآخرين أنه هذا لحق الطبخ ايه والليدي محمد هو الطباخ في العائلة بالذات للفكرة اللي استمرت تهقف قدراته وتركيزه وحبه وشغفه إلا في الطبخ وحياناً البعض أحيان ابنك مثلاً أحد أبنائك مثلاً هو مميز في مهارة معينة دائماً تمادح هذه المهارة عند الناس وحصرتهم في هذه المهارة ممكن بقية أبنائك ما عطيتهم مهاراته بنفس هذا الحالة بدون ينظرون له سلبياً لهذا الأبن يلي عنده المهارة انه دائماً يمدح وهم لا اللي ذكرناك قبل كم نقطة نفس الفكرة يعني فالمؤلفة تقولها دائماً حاولك لا تحجرهم بهذا المسمى والمهارة المعينة ولكن شجحهم عليها بدون ما تسميهم وتقفل عليهم طيب يا محمد أنت في البداية قلت لنا أنك بتساعدنا نفك الهواش طيب كيف نبدأ نفك الهواشات المؤلفة تقول أول ما يصير أخواش لأنه أول شي لازم نعرف أنه ما في خلطة سرية توقف أنه بنائك يتهاوشه يعني هذه سنن من سنن الحياة ولكن في طريقة أنك تخفف الهواش وتقللها فتقول المؤلفة أول شي إذا صار الهواش خذ نفس عميق وابتدى شوي خذ لك خطوة خذ نفس عميق لتحمس وتتصرف وترد بالعاطفية لأنه أول ما تجيك العاطفية بالغضب أنت كده شبيت على الغاز فتقول المؤلفة أصبر خذ لك خطوة للخلف وخذ لك نفس عميق عشان تقدر تفكر وعقلك صافي فالمؤلفة تقول في خطة من خمس خطوات تسويها حتى عشان توقف الهواش بسمعي يا جماعة يلا بسم الله نبدأ في القانون أو الخطوة الأولى أبيك تسترجع وتتذكر معي قبل ليوم كنت صغير وتهوشت مع واحد وجاء واحد أكبر منك يسمع المشكلة بينك وبينك قدامك ممكن بس ممكن أنه هذا سمع لكل رأيكم أو ممكن سمع فقط برأي واحد وقد ننع برأيه وكانه سكتك أنت هالتسكيت دي أنت تشعر في الظلم تشعر أنه أنا طيب اسمع رأي فأول شيء إذا تجي توقف الهواش بين شخصين تستمع لكلهم باستماع سوا عدل تستمع الرأيه وتستمع الرأيه طبعا لا تظهر أنه كانت فضلت رأيه برأيه يمكن الهواش واضح أنه واحد صح وواحد خطأ بس أنت ما تبي تسكت الموضوع زي كذا ولا ممكن اللي مخطي فعلا أنه مخطي ولكن بيشعر بالظلم كذا شيء بخاطره فأول شيء حتى لو كنت عارف السالفة استمع لي كل أراءهم بدون ما تكتع عليهم والخطوة الثانية أشعرهم أنه عادي أنهم عصبوا وممكن تشوف أنه هالا الفكرة عكسية شوي لا مفروض خليهم يشعرونه لا مفروض أنه ما يعصبون على بعضهم أخوان وأخوات لكن في الحقيقة هذا طبيعة البشر يعني إذا الكبارين يتهاوشون كيف عدل أصغارين فأنت حسسهم أنا ما أقول قل لهم لأنه بالعكس انطقتهم كأنكوا فتحت المجال على الهواش لكن لا تحسسهم أنه معي بتهاوشوا قدامك بناء تهاوشوا وشعرهم وطبعا تشعرهم كيف بطريقة صرفاتك واسلوبك أنك ما تكون عصب يوم تجي تكلموا لا استمع لهم بعدد فهذه أول خطوتين والخطوة الثالثة حسسهم أن المشكلة بينهم لها قيمة يعني لا تستصغر المشكلة بينهم ممكن قاعد يتهاوشون على شوكولات ممكن يتهاوشون على شي تافه بالنسبة لك لكن بالنسبة لهم هذا عالمهم هذا عالمهم كانك سرق منك 1 مليون ريال الشوكولاتة دي قيمته مليون بالنسبة لهم فأنت أعط قيمة لمشكلتهم يعني باختصار لا تستصغرها وش يترى بالشوكولاتة بعده بس لا يعني استمع لهم واسمعوا وش الفكرة من طرفين الحين وش سوينا مع هذه الثلاث خطوات إن حسسنا كلهم لهم قيمة وأفكارهم لها قيمة فإنك قاعد تتصرف معهم كأنهم مكبارين كأنهم عطيتهم مسئولية وقالوا ما تقول لا يا أخي عيانة ذولة عيال غريمة ما يسمعوا الكلام أنت كذا ما عطيته ثقة هي قائمة الفكرة ذي إنك تبدأ تعودهم وإنك تبني فيهم الثقة بقدراتهم لأن الخطوة الرابعة إنك تكلمهم كلهم وتعطيهم مسئولية وترى هذه مهمة يا جماعة الخير أنت تعطيهم مسئولية تقول شوف أنا واثق فيكم كلكم إنكم تقدر تسولفون مع بعض وتحللون المشكلة حلو؟ وأنت أخرج وأطلع من الغرفة فأعيد وكرر الفكرة هنك تعطيهم المسئولية حتى عشان ما يحسونه إنه أعطوا مسئولية فقدوها قدامك الموضوع فيها تدقيق شوي فلا تستصر الفكرة على طول لكن تحتاج وقت حتى عشان ينبني فيهم هذه الثقة وهذه القدرة على المسئولية فأعيد الخمس خطوات الأولى استمع لجميع رأهم الخطوة الثانية عادي خلهم يحسون الموضوع عادي إنه معصبوا على بعض الخطوة الثالثة لا تستصغر مشاعرهم ومشكلتهم الخطوة الرابعة قلهم إنك بتعطيهم الثقة يحلون المشكلة مع بعضهم والخطوة الخامسة أخرج وأطلع من الغرفة الخطوة الأولى والثانية إنك تستمع للطرفين بعادل وإنك تعطي قيمة لمشكلتهم وإنك ما بس قاعد تسكته ومسكته لا فعلا أنهم ترى غضبهم مبني على شيء البعض طبعا أنهم نيتهم طيبة ودهم يعني أن يكبرون لبناء يحبون بعض بيسكتون هذه الأهواش يسكتون بس لتهاوشون مع بعض حتى عشان يبعدين ذكبروا وين بديتهاوشون لكن الفكرة عكس الفكرة اللي تقول المؤلفة إنه قل اشعرهم حسسهم إنهم غضبهم عادي استمع لهم وثم نعطوهم الثقة إنهم يحلون منفسهم حتى عشان ما يخلون شيء بخاطرهم هو المشكلة إنهم يخلون شيء بخاطرهم أو غضب على أخواتهم أو أخوانهم من خاطرهم لأن هذا الخاطر ترى تبقى ممكن يسامحهم ترى على الموضوع هذي ولكن يبقى شيء بخاطرهم ويبقى في العقل الباطن فهذه النقطة اللي تقصده بكل الخمس خطوات المؤلفة أحيانا الطفل إذا سوى شيء خطأ بهذا الأهواش قد ما يدري فعلا ويحسوا إنه خطأ أحيانا لازم تجي تحاول تفكر وش هو السبب خلف هذا الأهواش ووش سبب خلف غذبه هو يعني أحيانا هالهواش على الشوكولاتة مو بصد أنه يبي شوكولاتة ولكن ممكن الطفل يحسنه محا قاعد يسمعه إنه كلهم بس يسكتوا سكتوا بس لتها وشون فبهذا الحال أنت جلستهم واستماعت لأراهم حسنوا فعلا مستمع ممكنوا غلطان ولكن أتقشنوا حسنوا مستمع وأنت خلتم هم يتفاهمون وغرفة توضح له مشو الخطة بالموضوع بالذات إذا هدت الأمور يعني إذا ما فيه العاطفية الشديدة بينهم اثنين يعني تقدر توضحهم برسالة واضحة وقصيرة تقول إنه ترى ما يصلح تضرب أختك أو ممكن توضحهم إذا سبيت أخوك أو أختك ترى هذا مو بطريقة بتقنعه يعني أنت كلمك أنه قادر يفهمه كبير الفكر هنا لا تستصغر إذا استصغرت الواحد ممكنه فعلا قدراته العقلية مو قدراتك ولكن هو يفهم إنه قاعد يستصغر حتى لو كانت بعقل الباطن يعني يفرق بين إنه أحد يكلمه وأحد يستصخره لأن رسالة هذه البسيطة مثلا تقول إنه ترى دائما الأصراخ ما تخلي كلامك أصح وعدل هذه الكلمة أنت تقول طيب مهم فاهم بينسى لا أنت ما تبي تذكر المعلومة أنت به هاري تغرس كقيمة أو مبدأ في عقل الباطن أنت قاعد تبني قيم مو ذكرايات أحيانا إذا أب أو الأم تدخل بالزيادة في هذا الأهواش ممكن أحد الأطفال يحس إنه الأب والأم قاعد يختار جهة معينة أو شخص معين إنه مثلا هو مع أخوي ومه معي ضدي يعني حتى أمي ضدي لكن إذا خرجت من الغرفة أنت توضح للأبناء أنك لازم تحط فيلم عشان نسمع رأيك حلوها بدون ما تصلحون إزعاج وهواش نزايد وممكن أول أو ثاني مرة تجرب هذه الطريقة ما تشوف النتائج اللي تبي ولكن أنت لازم تنتظر مع الوقت حتى عشان أبنائك يتعودون على هذه الطريقة الجديدة لحل المشاكل إذا أنهيت التحواش بين الأطفال بهذا الطريقة مثل ما ذكرنا تو يغرس فيهم قيم ومبادئ يعني مثل ما ذكرنا بمثل الأصراخ لا يخلي ناس يقتنعون فيك إذا سبيت الواحد ما يكون كلامك مقنع زيادة فأنت كده تغرس مبادئ وقيم في عقلهم الباطن يؤثر فيهم حتى إذا كبروا لأنت رأي جماعة الخير تدرون مش الوقت في حياة الطفل اللي يتأثر فيه أكثر شي تدرون مش العمر أول سنتين من حياة الطفل تخيل أول سنتين يشكل جزئية كبيرة من شخصية الإنسان هذا كبر هي أكبر تأثيراً أول سنتين وثم أول سبع سنين وثم أول أحداشر سنين تقريباً يعني تخيل كلام قد تقوله الطفل عمره سنتين ممكن ما يفعله مش قاعد تقوله لكن بس من الطريقة اللي أنت قلتها من غضبه ممكن يأثر بعدين بشخصيته بالذات إذا كانت حدث كبير يعني فنقطة مهمة ودي أكرر وكرر وكرر لا تستصغر بنائك وتحط كلام معجمة ولا بس اسكت لا إذا أنت عطيتم قيمة وخليتهم يشعرون بالقيمة يبدأ هم ذا كبروا ما يستصغرون من نفسهم وكذلك أهم شي من كل هذا هذه الطريقة لتوقيف المشاكل كذلك يغرص فيهم المناقشة وإقبال راء الآخرين فهي تفيدهم الآن وتفيدكم الآن بعقلة الأزعاج وبكرة تفيدهم وتغرص فيهم المبادئ والأخلاق والمهارات المهمة وهذه كتابنا اليوم سبلينغز ويدان رايفلري لعل تفيدكم اليوم مع ابنائكم أو ممكن مع أخواتك أو أخوانك أو حتى ممكن إن شاء الله إذا كبرتوا والله رسالكم بعيار كثير ولكن على كل حال إن شاء الله أنكم استمتعتوا وعطونا أراءكم هل فيك هتوب معينة تبعون النخص تواصلوا معنا أما في الجيميل صفحتين at gmail.com أو أحساباتنا social media at صفحتين وممكن في التعليقات لمقطع اليوتيوب شكرا لكم جزيلا ولكن أصبر 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 لا تنسون تأخذون الشيك لهذه الحلقة كل حلقة عندنا شيك فيها رسالة من الكتاب لهذا الحلقة سبلينغز ويدان رايفلري الرسالة هو لا تستصغر ابنك لا تنسون تصرفونها في بنككم العقلي أنا كنت محمد القفاري وهذا معي الدكتور أفلان بن علانة اليوم في صفحتين اللي مو بس نخص كتب وناك نعيش كتاب في عشرين دقيقة إن شاءكم استمتعتوا ونشوفكم في الحلقة القادمة في أمان الله